نستقبل مع بعض ضفنا كمان من خلال زوم الأستاذ تامر شلبي وهو خبير في التنمية البشرية وهنعرف منه أكتر إزاي نستقبل السنة الجديدة بطاقة وبنشاط وبأفكار جديدة مساء الخير يا فندم أهلاً مساء الخير إزايك يا مينات بارك إيه كل سنة وانت طيبة وكل السادة المشاهدين بألف خير ويا رب السنة سعيدة علينا كل الناس أمين يا رب اللهم أمين يا رب طيب فيه بقى ناس هنبتدي الأول بالناس الوحشة الناس السلبية اللي يقولك يعني لا لا دول من ناش دعوا بيهم دول عايزين نشيلهم من حصبات تمام بس بردو خلينا نتكلم عن الناس الحلوة والسنة الحلوة وكل الدهة جديدة ما هم يا تامر دول مؤثرين بردو يعني أنا لما كنا جداً لا نحن عايشين مستهم أيوة عايشين مستهم يعني أنا ما أقول مثلا إيه خلاص إحنا هندخل بقى سنة جديدة جماعة بطاقة بقى يا ست يعني إيه الجديد يعني ما سنة دي زي دي زي الأيام كلها زي بقى طيب نبتدي إزاي السنة كده أحط أفكار جديدة إزاي فتح لنا كده مدارك جديدة إزاي أبتدي أستقبل الطاقة أستقبل الحاجات طيب هو خلينا خلينا نتفق على حاجة إحنا قبل ما نبدأ نحط شوية كده لستة نمشي عليها أو نقول طرق إزاي إزاي نبدأ سنة جديدة السنة الجديدة أو أي حاجة جديدة في حياتنا بتبدأ بهنا بدماغنا الأول بتفكيرنا بإيماننا إن إحنا عايزين نعمل حاجة جديدة ونشوف ونعيش حاجة جديدة لو ما قدرناش نسيطر على دماغنا وطريقة تفكيرنا عمرنا ما هنقدر نوصل لأي حاجة مهما بقى أخدنا وصفات وكتبنا لسة واسمعنا كلام الناس كل ده في الهواء ملوش أي لازم دي حقيقة هوا تفضل تفضلي حضرت أنا عارفة أن الموضوع صعب أخلي بالك يعني أنا كموزيق عارفة حضرتك كخبيل في تنمية البشرية وكاتب وكاتب عارفة لكن في ناس يقول لك يعني إيه أقنع نفسي إزاي إن الحياة حلوة وأنا مش حاسسها حلوة فأنا دايما بقول معاك وبضم صوت لصوتك اللي هو أنا دلوقتي عايزين نعمل إيه اختبار كده عملي يعني قولي دلوقتي أنا كأيمان قعدة معاك وبقولك بص يا تامر قولي أبتدي أقولي نفسي إيه أبتدي أتكلم مع نفسي إزاي من بداية الحياة من بداية السنة تمام طيب هو هي بدايتها زي ما قلنا الاقتناع وتاني حاجة أنت يمكن ذكرتها إن مهم جدا الناس المحيطة بها بتأثر فيها جدا بتأثر في حياتي وفي تفكيري وفي نظرتي للحياة فعشان اقتنع الأول لازم داخليا أكون مقتنع أنا عايزة عامل إيه وأبدأ أبقى محاط بالناس الكويسة ثالثا وهو الأهم إن أنا أبدأ دايما أبص النص الكباية المليانية مشكلتنا إن إحنا لما تجدنا أي مشكلة بنبص إن المشكلة حصلت ليه ونفضل عايشين في المشكلة وساعات كتير بنتجاهل إن المشكلة بتكون سبب لفرصة تانية إحنا داخلين عليها بس ما بنشوفهاش لمجرد إن إحنا بيقام مركزين في المشكلة أكثر من هي حاجة تانية سا موسيقى موسيقى